كنت قلت بيبقى له أدوية ولو نظام غذائي لازم يحترم ليه أدوية ونظام غذائي وطريقة متابعة يعني كل 3 شهور أو كل 6 شهور أو كل سنة لازم أعمل الممزار وشوف المناطق اللي التهبت ديه أخد منها عينات لأن نص إلى 1% من حالات قالون التقرعي مش كلها ممكن يحصل فيها تغيرات في القولون غير حميدة وبالتالي أمشي على الكتالوج زي الكتاب بيخف بقى يا دكتور ولا خلاص ده بقى أصبح مرض نسبة كبيرة جدا من 80 إلى 85% على الأقل بينتهي تماما وبنسحب الأدوية والمريض بيعدي كويس بيتسحب الأدوية يعني أفهم كده أنه بيبقى واحدة وحدة بيبقى واحدة وحدة طبعا لها بروتوكول ولها كتالوج معين في المتابعة بيتعارض مع أمراض إيه وإحنا بنتكلم عن التكامل هل ممكن يتعارض مع مرض في العلاج بيتعارض مع أمراض تانية ولا لأ أي دوة بديه وأنا بديه للمريض مش عيني على المرض بس عيني على الحالة كلها الإنسان المريض ده عنده مشاكل في الكبد عنده مشاكل في القلب عنده مشاكل في الكولة عنده مشاكل في الغضة الضرقية لازم أخد بالي وأنا بدي الأدوية كلها نعم حرتك قلت أنه هو ممكن يسبب مشاكل في النظر مشاكل في المفاصل الخلفية من وراء مشاكل في التهاب في المفاصل حاجات كده كتير بنعالج الحاجات دي كمان مع علاج القولون التقارحي ولا بمجرد أخذ أدوية القولون التقرحي خلاص الحاجات دي بتخف لو الأعراض دي أو الالتهابات دي نتجة عن النشاط بتاع الأرسف كولايتس وانس إنه اتطفى وراح النشاط بتاعه هتلاقي كل الأعراض دي ارتاح فما بناخدش علاج للحاجات دي الأدوية بتاعته هي اللي بتعالج ده آه بتعالج ده وده دكتور ماتحة خليل أنا بشكرك شكرا